ما حصلته خيار استقلالية النيابة العامة وهل بات الجهاز فعلا خارج المساءلة والمحاسبة بين مرافع عن خيار سنه الدستور الذي جعل من القضاء سلطة مستقلة عن الحكومة والبرلمان ومحذر مما وصفه بتغول لاحة بوادره مطالب بمزيد من الضمانات لحماية حقوق وحريات المواطنين والمواطنات من أية تجاوزات تختلف المواقف حسب المواقع ونبادر نحن لإخراج الحوار من أزمته أهلا بكم لإخراج الحوار من أزمته في موضوع هذا العدد استقلالية النيابة العامة يسعد نيانا استطيقى في الستوديوات دكتور هشام البلوي القاضي مدير ديوان رئيس النيابة العامة مساء الخير سيدي مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بك الترحيب موصول بها الدكتور محمد بوزلافة أستاذ العلوم الجنائية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاسر وعضو المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان مساء الخير دكتور مساء الله شكرا لكم على تلبية دعوة أزمة حوار مشاهدين نباشر حوارنا الجريئة والمسؤول بعد متابعة تقرير في الموضوع عده نوف الخمش للنيابة العامة أدوار ومهام واضحة المعالم تهدف إلى التطبيق الصارم والعادل للقانون وتشمل أدوار النيابة العامة تصدي للجريمة من خلال إشرافها وتسييرها لعمل الشرطة القضائية بالإضافة إلى ممارستها للدعوة العمومية في مواجهة الخارجين عن القانون الجنائي وتؤثر عمل النيابة العامة بالمغرب مجموعة من النصوص القانونية في مقدمتها الوثيقة الدستورية والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة وقرارات صادرة عن المجلس الدستوري لكن مقابل هذه النصوص القانونية المؤطرة لا تزال صورة النيابة العامة محط نقاش بين المهتمين بالشأن القضائي المغربي نقاش لا يخرج عن اختصاصاتها القانونية الواسعة ومسألتي الحياد والاستقلالية في معالجتها لمختلف القضايا كما أن هذا الجهاز ظل يحمل صورة ذهنية سلبية لدى فئات كثيرة من المجتمع ويرى مراقبون أن هذه الصورة تعد بالأساس إلى الصلاحيات الواسعة التي منحها المشرع للنيابة العامة في مواجهة هذه الانتقادات تؤكد المؤسسة أن عملها القانوني يتم وفق ضمانات كافية للمحاسبة خاصة بعد خطوة استقلالية نيابة العامة عن السلطة التنفيذية فخطوة الاستقلالية وفق مختصين بشأن القانوني تعد مرحلة تكرس محاسبة ومراقبة نيابة العامة من قبل القوانين والمؤسسات خاصة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ولا يخفي المسؤولون عن المؤسسة تأكيدهم وجود تحديات كثيرة تواجه العاملين في الجهاز القضائي تحديات وإكراهات تشمل نقص الموارد البشرية في مختلف المحاكم المغربية تحديات كثيرة يعمل القائمون على النيابة العامة على مواجهتها من خلال مواصلة مسلسل الإصلاح ومراجعة السياسة الجنائية المعتمدة عبر السلهام نماذج دولية رائدة في المجال خطوات إصلاحية في مصار طويل هدفه في النهاية ترصيخ العدالة وحقوق الإنسان والحرية الأساسية للأفراد والجماعات في استقلالية تامة وبعيدا عن جميع المؤثرات أبدأ معك دكتور هشام البلوي أية حصيلة لخطوة استقلالية النيابة العامة في عامها الأول علم أنها لم تتم بعد العام الأول نتحدث عن أكتوبر من العام الماضي شكرا أستاذ الكريمة أعتقد بأنه بداية لابد أن نشكركم على دعوتنا لحضور هذه الندوة والتي تأتي من ضمن المؤشرات الإيجابية على حصيلة عمل هذه المؤسسة وهو التواصل وانفتاح هذه المؤسسة على محيطها الخارجي بما فيها الإعلامي أعتقد بأن اليوم كمغاربة لابد ويحق لنا أن نفتخر بهذه المؤسسة لأنها تأتي في سياق السكمال السلطة القضائية المستقلة والذي هو خيار دستوري جبير دستور أفين 11 وأعتقد بأنه هذا خيار دستوري لكي يزيد كرس من دولة الحق والقانون دول أخرى اللي عندها وحددت تراكم كبير في مجال الديمقراطية وفي مجال استقلال القضاء لم تستطع أن تصل إلى هذا أو تتبنى الخيار اللي تبنى المشرع المغربي واللي قلت بأنه ما يمكنه إلا أنه يكون في صالح المواطن لأن الاستقلال ليس ميزة للقاضي والاستقلال هو في ميزة أولا المواطن لأنه كي يضمن للمواطن أنه يتم البت في القضايا دياله والتعالج للقاضي دياله بعيدا عن كل تأثير لا حزبي ولا نقبي ولا إدولوجي ولا عاقدي ولا غير وهذا هو اللي أكده حتى المجلس الدستوري بمناسبة البته في مدى الدستورية القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس على السلطة القضاء يقال بأن الاستقلال هو ليس تمتيازا للقاضي بل هو تكليف ومسؤولية من أجل حماية حقوق وحلية أشخاص هل يمكن الحديث اليوم بعد هذا المدى عن تمار عملية خلال العام الأول من تنزيل هذا الخيار الدستوري؟ أعتقد بأن أول مولود رئاسة نياب العامة وإن كان لم تتم بعد سنتها الأولى فأعتقد بأن منذ أسبوع تتبع المجتمع والصحافة تقرير سنوي الأول الذي دعي لهم جموعة من الفعاليات في مقر رئاسة نياب العامة وأعتقد بأن هذا التقرير يعكس حجم الجهد الذي بدلت هذه المؤسسة والتي لم يمضي على تأسيسها أكثر من سبعة أشهر يعني تاريخ تأسيس سبعة أكتوبر هو تاريخ الذي تسلم فيه الرئيس الجديد سلطته على قضاة نياب العامة فأعتقد بأنه تقديم تقرير في هذه الفترة وكذا محتوى التقرير والمرضمي الذي جاء بها تقرير يعكس حصيلة إيجابية بدل فيها جميع قضاة نياب العامة سواء العامل برئاسة نياب العامة أو العامل بالمحاكم مجهودات جبارة حتى يقدموا تمار عملهم خلال هذه السنة ويعطوا رسائل للمجتمع رسائل للمغاربة بأن رئاسة نياب العامة هي مؤسسة جاءت لتطفق قيمة مضافة وتكرس مزيد من استقلال السلطة القضائية لتكون صوت المغاربة وصوت المواطن هذا التشخيص الإيجابي والحماسي الذي جاء به دكتور هشام البلوي هل تتقاسمونه كحقوقيا دكتور بوزلافة بهذا الشكل البهي كله إيجابي وكله يستشري في المستقبل بنظرتين إيجابية ومطمئنة جدا شكرا الأستاذ الفاضلة تحية طيبة لجميع المواطنين ومواطنات أود في البداية أن أقول إلى أن كما تفضل بذلك أستاذ فاضل سيشام أن التقرير الأول الذي يمكن أن نعتبره بأنه كيفما كان الأمر هو تقرير جزئي أولي يصعب معه في تصوري أن نتحدث عن حصيلة حقيقية سواء كانت إيجابية أو سلبية لأن المدة الزمنية التي تم اعتمادها لتقديم هذه العناصر الأولى للحصيلة غير كافية إذا كانت بالنسبة لجهاز النيابة العامة ولرئاسة النيابة العامة ربما كافية على مساوى تقديم أرقام كدلالات ومؤشرات وتقديم بعض المبادرات والإجراءات التي تم اتخاذها ولكن بالنسبة لنا على مستوى الفعل الحقوقي وعلى مستوى الرؤية وعلى مستوى الانتظارات الكبيرة جدا التي سوف لن نختلف بشأنها المتمثلة في كون المواطن المغربي اليوم يود أن يفهم ويلمس هذا الانتقال من سلطة وزير العدل في علاقة بالنيابة العامة لرئيس نيابة عامة والوكيل العام بمحكمات النقد ما هو الأثر المباشر على المواطن المغربي ربما حينما اطلعنا على التقرير الذي تم تقديمه يتضمن مجموعة من الخطوات المبادرات المؤشرات سنعود لها على مساوى النيقاج ولكنها على مساوى الواقع الملموس لحد الساعة لازال هناك بعض الغموض لازال هناك بعض الجوانب المرتبطة بما أسميته بانتظار المواطن المغربي البسيط في علاقة بكون أن النيابة العامة أصبحت اليوم جهازاً مستقلاً عن السلطة التنفيذية ما هو الأثر؟ ما هي التجليات؟ ما هي الإيجابية التي سوف يمسوها المواطن المغربي؟ هي الأشياء التي لا يمكن الحديث عنها اليوم قبل أن نصل إلى الأثر هي حصيلة أولية هي حصيلة أولية قبل أن نصل إلى الأثر لماذا استقلالية النيابة العامة كاختيار حسمه الدستور ونحن الآن بصدد تنزيله؟ ما تزال هذه الخطوة تتير الجدل وما يزال البعض خاصة كبرلمانين يطالبون ربما بإعادة نظر فيها يروجون إلى أن الأمر ربما يتعلق بخطأ كان يمكن أن يتفاداه هذه المسألة غير مفهومة سنة بعد خروج هذه المؤسسة بهذا الشكل إلى حيث الوجود ما يزال النقاش حول المنطقها قائما أكيد سيدتي باعتبار على أن ربما سأقول وأكرم ما قلته سابقا بعض الأصوات وليس كل الأصوات ربما إذا تحددت بخطاب الأكاديمي على مستوى الجامعي وسبق لي أن كنت بدراسات تطالب بأن يكون هناك استقلال النيابة العامة وأيضا بصوتي الحقوق من خلال انتمائي لمجتمع المدني قناعتنا تكمن في كون أن تاريخ المغرب شاهد وواضح أعتقد أن تقرير هيئة الإنصاف المصالحة أوضح بأن تبعية الجهاز القضائي لسلطة تنفيذية من شأن يؤدي بشكل أو بآخر لعدم وجود هذه الاستقلالية بمفهومها الحقيقي فاليوم أعتقد لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نجترعها الماضي وأن ننساه وفي آن واحد لا يمكن أن نقبل أن نعتبر بأن الخطوات جرية التي قامت بها الدولة المغربية المتمثلة أولا في ذو السور 2011 وتنصيتي عليكم أن القضاء هو السلطة اليوم وليس فقط قضاء ثانيا قوانين تنظيمية وقبل القوانين تنظيمية حوار وطني وحينما نقول حوار الوطني حوار وطني شرفت في كل فعاليات وكل هيئات وكل جهات مرتبطة بجهاز العدلة أنتجت ما تم تميته بالميطق الوطني لإصلاح منظومة العدلة الذي من توصياته الأساسية استقلال نيابة العامة وبعد ذلك قوانين تنظيمية وبعد ذلك طبعا كل هذه الخطوات قضيناها حتى أو قطعناها حتى وصلنا إلى المصدر التي وصلنا اليوم نعم فلا مجال للتراجع اليوم كيف تفسيرون أعتقد اليوم سيدتي على أن لا زال هناك حنين لا زال في تصوري هناك حنين لكي تعود نيابة العامة لحضن سلطة تنفيذية مشخصة في وزارة العدل وهو الأمر المرفوض بتاتا وأعتقد على أن ما راكمناه من دراسات وأبحاث ولقاءات وحوارات تؤكد بأن المغرب خط خطوات متقدمة بالمقارنة مع العديد من البلدان ويكفي أن أذكر في هذا المقام بأن فرنسا التي يشهدوا بها بعض من هؤلاء بأن فرنسا لم تأخذ هذه المبادرة وأعتقد على أن القضايا العديدة التي ترحت في فرنسا أبانت على أن هناك تدخل بشكلين أو بآخر لرئيس الدولة أو لوزير العدل فيما يتعلق ببعض القضايا وهي قضايا مشهورة كليغ ستخيم فرنسا وغيرها من القضايا التي ترحت نقاشا حول أن القضاء أو النيابة العامة في فرنسا أو وكيل جمهورية فرنسا ليس مستقلا بشكل مطلق وإن كان القانون الفرنسي ينص على ضرورة أن لا توجه تعليمات في قضايا مباشرة للنيابة العامة إذا اليوم هذا النقاش الذي هناك محاولات لأعادة مطرحته وكانت أيضا بمناسبة مناقشة القانون 17-33 في علاقة بنقل اختصاصات وزير العدل للنيابة العامة أعتقد اليوم ينبغي علينا جميعا حقوقيين ممارسين برلمانيين أن نقتنع بأننا في مرحلة جديدة وأن نخاطب مؤسسة واحدة ألا وهي النيابة العامة لنسائية حتى صدور هذا التقير بتاريخ 12 يونيو والذي طبعا تم تقديمه من طرف رئيس النيابة العامة أمام أنظر وسائل الإعلام وتم التداول فيه هناك من اعتبر لماذا لم يقم رئيس النيابة العامة ببادرة حسنية تجاه مثلا المؤسسة الشريعية ويبادر إلى عرض هذا التقرير أمام أنظرها حتى يديب أو حتى يساهم في إسكاث هذه الأصوات التي ما تزال تعتبر بأن الخيار ربما لم يكن موفقا وكان يجب التأني قبل أن تخرج هذه المؤسسة مؤسسة رئاسة النيابة العامة إلى حيث الوجود وأتمنحنا استقلالية قضاة نيابة العامة عن سلطتين شريعية وكان بقبل أن نعارض جاء المسألة crawling الأرض تقرير وتعقبنا على ما تفضل بي الأستاذ بوزلا فهو استقلال نيابة العامة أخبرناهم بفضائهم صياق الدسول استقلال نيابة العامة هو التنزيل لمقتضى الدسول وبأن السياق دلو هو إكتبئة الدسول والذي يقرأ الدسول والذي يكون فالفايصل الأخ武stockة الان في حاليا كيفيح agile وقع يكفي أن نرجع الدستور ونقرأ الفاصل المئة وعشر من الدستور حينما تحدث عن مهام قضاة نيابا العمى قال بأنه يتعين عليهم أن يلتزموا بالتعليمات الكتابية الصادرة عن السلطة التي يتبعون له ونفس الشيء تكرر في المادة مئة ووستاش حينما تحدث عن تقرير تقييم قضاة نيابا العمى في المجلسة على القضايا يراعي تقارير التي يضعها أو تضعها السلطة التي يتبعون له إذن هذه السلطة هي دستورية دستورية مسؤالة محسومة دستورية القرار وكيف تم اتخاذه ومنطقه اتخاذه لا أستاذ ما شاهدت نقاش اللي بغيت نوصل له ونقاش كبير اللي الآن كان ومازال رائج راه هو ناتج عن مفهم مغلوطة أو أحيانا عدم سعاب لنوصص الوثيقات دستورية راه المادة مئة وعشر ومئة وستاش تؤسس لهذه المؤسسة الدستورية باش ما يبقاش يقولوا بأنها رئيسة نيابة العمام ما كاناش في الدستور هناك ما يتحدث على أنها ليست مؤسسة دستورية إذن المادة اللي كيقرأ الدستور واللي بغي يقرأ الدستور ويرجع المادة مئة وعشر ومئة وستاش يتحدى الدستور على أنه كين واحد الجهة اللي هي سلطة جديدة اللي غاي ولو يتبعوا له قدرة نيابة العمام ولكن لم يسميها وغايجي القانون التنظيمي دي المجلس على السلطة القضائية في المادة السوسين وكذلك في المادة مئة وعشر وتحينما وأحال على المقتلات الدستورية وقال بأن هذه السلطة الجديدة هي رئيس نيابة العامة وهو بصفته كذلك الوكيل العام لدى محكمات النقد وكررها في مقصدين المادة السوسين والمادة مئة وعشر وغايجي كذلك القانون التنظيمي المتعلق بالنظام أساس القضائية وغايكرسها في المادة 25 الذي وضع من خلاله هذه السلطة التاراتوبية على قضاة نيابة العمام بيد الوكيل العام لدى محكمات النقد بهذه السفة الجديدة إذن هي مؤسسة دستورية لأنه كان بعد المغلطات بأن مؤسسة مامد كوراشا ما كان شيء فإذن هي مؤسسة تأصيلها موجود في الدستور فقط تسمية المسؤول راجب القانون التنظيم والقاونات التنظيمية رهي مكملة للدستور بل أكثر من ذلك أن نحتل القرارات دي المحكمة الدستورية في إطار فحصها لمدى دستورية هذه القاوانين قالت بأن قضاة نيابة العامة هم ينتمون لسلطة موحدة هم جزء من السلطة القضائية وهذه السلطة القضائية في إطار مبدأ الاستقلال وهذا هو الجديد في الدستور أنه جاء من مبدأ مفاهيمي جديد نتقنى مفهوم القضاء كوظيفة وكانت حدثوا على استقلال القضاء والاستقلال القضاء إلى أطريطي يعني إلى بوفور إلى مفاهيم تعني الاستقلال المؤسساتي لتدبير أشاء القضاء وهذا هو الجديد في الدستور ومن قال خلاف ذلك إذن نحن في هذا البلاتو نتوصله مع عمو المواطنين التي تتبعونا لكي نبينوا الحقائق وكي نكونوا صرحة مع المواطنين بلغتين بسيطة التقرير إطاره لكي نوضعه في الإطار القانوني المادة 110 من قانون التنظيمي المتعلق من السلطة القضائية تتحدث على أن المجلس أعلى للسلطة القضائية وهنا نريد أن نفتحه واحد القوس لأنه كان واحد مغارطات أو سؤفهم كي يخلط ما بين المجلس على السلطة القضائية والسلطة القضائية المجلس على السلطة القضائية مؤسسة دي السورية عنده قانون التنظيمي اللي يحدد المهام دياله واللي المهام دياله الأساسية كالتمثل في تدبير وضعية مهنية للقضاء بدء المنتعيين وانتهاء بالحذف من الإسلاك وتأذيب وغيره كذلك عنده دور أساسي والدفاع عن استقلال السلطة القضائية وعنده دور كذلك ثالث هو إصدار تقارير وتوصيات تهم منظومة العدلة بخلاف رئاسة نياب عامة هي جزء من السلطة القضائية أو مكون من مكونات السلطة القضائية التي بين فهم المادة الجميل القانون التنظيمي اللي مجلس على السلطة القضائية هي هذه السلطة يمارسها جميع قوضات المغرب الذين يمارسوا المهام فعليا بالنسبة للتقرير المادة 110 رجاء للتقرير تحدث على أن المجلس على السلطة القضائية يتلقى وهنا سترو يعني بالسلو حمر يتلقى تقارير عدة تقارير يتلقى أولا تقرير الرئيس الأولي محكمة نقض رغم أنه هو الرئيس متدب ويتلقى كذلك تقرير الوكيل العام لدى محكمة نقض بصفتها محكمة قانون وبالإضافة إلى تقرير يتلقى تقرير الوكيل العام للملك رئيس نيابة العامة حول ماذا؟ حول سير نيابة العامة وتنفيذ سياسة جنائية قبل عرضه على أنظار لجنتين العدوة تشريع بالغرفتين هذا المقتضى لجبيل القانون التنظيمي ولفسره المجلس الدستوري وقال بأن تقديم هذا التقرير للمجلس الأعلى السلطة القضاء فهو يقدمه الوكيل العام للملك لدى محكمة نقض ليس بصفته وكيل العام لدى محكمة نقض ولكن بصفته الأخرى وهي رئيس للنيابة العامة وحدده حتى المرضامين وهذا التقرير حينما يقدم فالمجلس يتداول بشأنه أنا أفهم بأن نيابة العامة كمؤسسة غير يعني مطالبة وغير ملزمة بأن تقديم تقاريرها أمام المؤسسة التشريعية أنا أتحدث عن بادرة حسن النية أو تقريب وجهة النظر أو إزالة كله يمكن أن يستغل له لو لم يشوشون أنا أستاذجيك في كلام غير أن أصل لا حتى نتقدم في النقاش لأننا محكومين هذا التقرير قدمون الوكيل العام من المجلسة على السلطة القضاء لأنه الجهة التي تقدم لها والمجلسة على السلطة القضاء ناقشه وأصدر بلاغا حول هذا الأمر ومن جهة أخرى فرئيسي يبلعنا في إطار هذا المفتاح وفي إطار التواصل فأحال هذا التقرير على رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين ليس فقط في إطار كسب الويد ولكن في إطار ما تفرضه المقتضيات القادمة لم يحضر إلى مقار البرلمان لتقديمه ولكن أبلغ به رئيسي فهو أعتقد بأن القرار المجلس الدستوري حسم في هذا الأمر وقال بأن مقتلة المادة وعشرة مية وعشرة لا تشارط عرض التقرير ولا تشارط الحرور طبعا نحن نفهم هذا الموضوع فإذن هي مسألة نحن نتحدث عن هي مسألة قانون واحترام للقانون طالما أن قرارات محكمة الدستوري وفقا للمادة من رعتتي من الدستور هي قرارات ملزمة للجميع وبالتالي لو كان القانون يسمح لا كان ولكن القانون لم يكن هناك مجال اللي يعني تجاوز هذا المعطال القانوني نحن مؤسسا نسعى إلى احترام القانون سنكون أول من نخلق قانون نحن نحترم مؤسسات ونحترم الدستور لأنه هناك من قرأها لأنه نحن نعرف بأن خاصة هذا العام الأول يعني ما تزال الأمور فيه غير واضحة وغير أستاذ من أراد أن يقرأ بعينين مفتوحتين فهو سوف يرى الحقيقة ومن أراد أن يرى بعين واحدة طيب سنتقدم في النقاش دكتور بوزلافة لفظ تم تداوله في الأعوين الأخيرة منذ شهر أكتوبر من العام الماضي وخاصة هذا اللفظ هذا اللفظ دعنا نقول في الأشهر القليلة الماضية لفظ التغول ومخاوف الحقوقيين وعدد من الفاعلين من تغولين للنيابة العامة وقد صارت خارج أي مساءلة ومحاسبة كيف نفهم هذا اللفظ هذا لفظ التغول لا نقول بتبنيه ولكن ما هي الأشياء التي أو دعنا نقول مظاهر العمل الجديدة التي أفرزت لنا هذا التخوف من أضع اللفظ بين قوسين لفظ التغول طيب إذا سمحتم سأجيب عن سؤالكم فقط في إطار تفاعل معها باختصار باختصار وجد فيما يتعلق بتقرير المجلس الدستوري كان واضحا ولكن أنا أظن على أن السلطة الشريعية اليوم مطالبة بضرورة الانكباب على مضامين التقرير وخاصة التوصيات التي ضمينات في هذا التقرير والتي من شأنها تشكيل على مساوى التشريع منطلقات أساسية في تطوير المنظومة القانونية وهناك يمكن أن تحدث على كيف يمكن أن تكون هناك روافد بين سلطة وسلطة من خلال تشريع لتطوير وجويد النص كأداة ووسيلة للسلطة القضائية في علاقة بتساؤلكم أنا أعتقد على أن اليوم هذا التخوف أو هذا مصطلح التغول هو لا يفاجئ فهو مصطلح تم توظيفه في العديد من بلد العالم في محطات متعددة حينما كان يتم الحديث عن دولة القضاة في بعض الأحيان أو يتم الحديث اليوم عن تغول النيابة العامة من خلال ومن منطلق التساؤل هل هذه النيابة العامة هي خارج الإطار القانوني وبالتالي خارج أي تإمكانية للمسألة على اعتبار أن من يترحمي لهذا النقاش كان دائما يربيط بين الوزارة ديال العدل والسلطة التنفيذية والقضاء ليس كسلطة وإنما كوظيفة أنا أعتقد اليوم إذا احتكمنا للمنظومة القانونية في بلدنا واعتبرنا بأن كل مؤسسات خاضعة للمنظومة القانونية وخرجنا من النقاش الأزلي المطروح ماذا نريد في بلدنا هل نريد قوة القانون أم نريد قوة القانون أم قانون القوة بعبارة أخرى إذا كنا نؤمن بأن المؤسسات كيفما كانت أهدافها وغاياتها واهتماماتها بما فيها النيابة العامة إذا كانت ستلتزم بالضوابط القانونية فأنا من نسبة لي لا تشكل أي تخوف على مساوى التغول أو تخوف ولكن إذا طرحنا بشكل أو بآخر أننا ربما قد نشغل خارج سياق القانوني فهناك تولي أو يصبح تخوف له أسبابه أنا ما بغيتش نقاش قانوني نظري أنا بغيت نقاش واقع اليوم دكتور بوزلافة كحقوقين واشلتقت بعض المؤشرات التي تجعل من طرح لفظ التغول منطقي أم أنه لا يعدو أن يكون مجرد مزايدة كما أسمع رئيس النيابة العامة وسعي إلى التشويش باستخدام مصطلح التغول الذي يحيل على حيوان خرافي لا وجود له في الحياة القراءة الموضوعية اليوم سيدتي كأكاديمي وكحقوقي المؤشرات الأولى التي أقف عندها على مستوى التواصل على مستوى الخطاب الذي نراه يوميا تواصل رئاسة نيابة العامة سواء تعلق الأمر بسيد الرئيس النيابة العامة أو العامون في مختلف البلدان في مختلف دوائر القضائية المغربية على مستوى الخطوات فالقرارات التي اتخذت الأولى من طرف سيد رئيس النيابة العامة الوكيل العام بمحكمة النقد كانت هي قرارة تتجه نحو عكس ما يروج على مستوى النقاش سواء على مستوى التزام بضوابط القانون سواء على مستوى مراجعة بعض هل قراءة إيجابية عندك اليوم؟ قراءة إيجابية مثلا نعطي المؤشر سيدتي مؤشر الاعتقال الاحتياطي حينما أجد اليوم على أن المؤشرات على مستوى التقرار الصادر عن النيابة العامة والمؤشرات على مستوى ما تمت به مخاطبة الوكيل العام بمحكمة النقد رئيس النيابة العامة باقي وكلاء الملك وكلاء العامون على مستوى الملكة هي مؤشرات تفيد ضرورة الخضوع للضوابط القانونية والتفسير الدقيق للنص القانوني بشكل يحترم هذا المعطى المعطى الثاني حينما نجد أيضا دورية تتعاطى من طرف رئيس النيابة العامة مع ضرورة تحسين وجويد سقبال مواطنين ومواطنين وشكاية مواطنين والمواطنات في مختلف المؤسسات القضائية أو المحاكم أنا من المنسبة لي هذا مؤشر إيجابي أولي عكس ما يمكن أن يقرأ هل ينقسم الحقوقين على أنفسهم لأن هذا رأيك طبعا يلزمك دكتور بوزلافة ولكن هناك أصوات حقوقية أخرى تحدثت على أن جهاز نيابة العامة أو قضاة نيابة العامة باتوا مستقلين عن سلطتين تنفيذية وتشريعية ولكن في العمل اليومي هل هم تابعون لجهة ما ينفذون أجندات جهات ما داخلت الدولة ومن هنا طرحت مسألة التغول سيدتي حينما نتحدث عن القانون أنا لم أرى لحد ساعة اليوم أن هناك متابعة أو إشراءة أو مصاطق خارج الإطار القانوني كل المتابعات التي نقف عليها اليوم وطبعا هي تدخل في إطار الدور الذي ينبغي أن تقوم به نيابة العامة المتمثلة في الحفاظ على الأمن والسقرة والطمأنينة دي المجمع إذا كانت هذه هي القراءة التي نلحظها اليوم فلا يمكن أن نتحدث عن تغول لأننا لم نختلف بين الأمس واليوم الاختلاف الموجود اليوم هو أننا نقلنا لاختصاص وبنقل الاختصاص فنحن نتحدث عن ضرورة أن يكون دائما الإطار القانوني هو الحاكم بيننا والإطار القانوني اليوم يقول على أن المنظومة القانونية التي تدبر معها من نيابة العامة في المجال الجنائي هي المسترات الجنائية لم تتغير فتحريك المتابعة وتحريك الدعوة والقيام بممارستها تتم في سياق قانوني وأن كل ما يمكن أن يروج اليوم وأنا أذكر معي في بداية الحلقة قلت يصعب اليوم أن نقدم حاصلة متكاملة ولكن المؤشرات الأولى تقول بأن هناك نوع من تعاطي مع الإجراءات المسترية بنوع من التعاطي الجاد في حدود القانون مع الجويد لكن الاستمرارية في هذا العمل سيطلب مجموعة من الأشياء يمكننا نرجع لها وما هي التخوفات يمكننا نرجع لها ربما بالنسبة لها وليست جديدة سيدتي التخوفات هي موجودة على مساوى قانون المسترى الجنائية لكننا نرجع لها إلى أي مدى يمكن أن نخلق توازنا في الدعاوة العمومية بين سلطة نيابة العامة وحقوق الدفاع هذا موضوع كان قديما وهو حديث وننتظر أن يتطور معه أريد أن أبقى في التغول لماذا هذا المصطلح يطير فعالكم كمؤسسة النيابة العامة ودائما يقابل بحديث على لسان رئيس النيابة العامة كلما ذكر مصطلح التغول فعلا يكون حادا في إجابته ويبعد كل تهمة بإمكانية الوقوع في هذا التغول عن قضاة النيابة العامة ومنين جاء هذا المصطلح اللي سمعناه خاصة في هذه السبع الشهر الأخيرة ولم نكن نعبر عنه بهذا الشكل الواضح فيما سبق القاموس السياسي اللي كان ولينا كان يعيشوا في بلادنا ما فيه شغيل تغول فيه بزاف ديال المصطلحات وكما تفضلت هو تغول نسبة الغول اللي هو وحد الحيوان خرافي اللي كنا كان خلعو بيه درالي صغار باشي ناسو فاعتقد بأن هات توضيف واكتباس هات المصطلحات وتوضيفها في القاموس السياسي نياب العامة كدخلها دكتور بلويرا كدخلها نياب العامة أنا أعتقد بأنه ربما لا بغيت تربط لك هات ما فهمني هي وصفية فيها سلبي ما بين تغول ما بين مغرق ولكن كل وحدة بوحدة فبغير نقول مغير نقول غير تغول وهذا واحد نقاش واكب نقاش اللي كان سائد واحد وقيتها بمناسبة يعني إعداد القانون الخاص برئاسة نياب العامة وكان تغول لا رغى تغول وكذا واشهد رئاسة نياب العامة شي مؤسسة نزلات مسلمة هذي مؤسسة القانون هو اللي حدثها هو اللي وضع الآليات ديال الشغال دياله أو طبيعي الحال ووضع الآليات ديال الرقابة ما يمكنش الآن يعني يكونوا شوية يعني صورحة وتكون في كلامنا واحد نوع ديال الجيد ما يمكنش الآن شي مؤسسة في البلاد وانتحتو على التغول عندنا الدسور اللي كي يربط في الفصل الأول دياله بدأت مسؤولية مو حاسبة هاذ نياب العامة شنو كتملك شنو السلطة في نظرنا باش نخطبه حتى المواطن البسيطة فهمنا شنو السلطة اللي عند نياب العامة يعني أخطر سلطة هو الاعتقال يعني ممكن نعتقله في إطار القانون بطبيعة الحال والضوابط لكي يقرر القانون وكن هاد القارار ديالنياب العامة واشي هي قارات مطلقة القارارات كتخضع الرقابة شكو لي كرقبة القاضي القارار ديالنياب العامة هي جزء من السلطة القضاء ويراقبه القاضي والدستور حينما تحدث وأسند للقاضي مهمة الحفاظ واحترام حق الحرية مش اعتباطان لأن القاضي هو الضمانة هو الملجأ الأخير يعني من هنا جاء المستلح كذلك ديال دولة القضاء القاضي يواقب القاضي من يواقبهما معا لا بالعكس كل واحد ويحاسبهما معا لا بالعكس هادو مفاهيم اللي كينا الآن في جميع دول العالم والمواتي قدوا لي كتنص عليها باش ما يكون شيء أنت الخصم وأنت الحكم رأى نياب العامة عندها أدوار كتقوم بها ولكن القاضي رأى هو قاضي الحكم رأى هو اللي كيصير على احترام هذه الحق الحرية وبالعكس كان خاصة تكون هادوضمانة لأنه كتعطي واحد إحساس بأنه رأى نياب العامة ما غد تعسفش عليك وحتى إن حدث تجاوز القانون رأى كالقاضي اللي غد يصحح الوضع ولا غيرتب المسؤولية وكين آلية أخرى للرقابة هاد رئاسة نياب العامة كذلك رأى ما كتملكش الهي出أدت على قوضات نياب العامة ماكتقذبهم ماكتوقفهم هاد شي كامل كتب بهم تقرير هاد شي في إطار هذا رابط المسؤولية المحاسبة ما يمكننا شيء زيما بهذا المنطق اللي كانت حدثوا عليه بهذا النوع ديال التطرف في استعمال والغلو في استعمال بعض المصطلحات للدلالة على أشياء يعني اللي هي ما عنداش وجود في الواقع تاني حاجة بغي نقول هاد نيابة العامة اللي كتخلع راه الان كتشوفوا قوضات نيابة العامة ونيابة العامة تنفتح الإعلام كيشاركوا في ندواتك بالعكس احنا نريد أن نكون صوتا ومعبرا عن صوت المواطن ونعطيكم مثال بسيط باش نحيدو هات الصورة النماطية ديال المغرق لا نحن نرجع المغرق نحن نحن نرجع المغرق حتى نفرده حيزه الذي يستحق من النقاش فاصل قصير نعودو بعده المشاهدين لاستكمال اللقاء أو لاستكمال النقاش في عدد اليوم من أزمة حوار حول استقلال النيابة العامة نلتقي بعد الحدث أهلا بكم من جديد كما وعدتك دكتور بلوي أعود إليك حتى نتحدث عن الغرق كيفاش المغربة يعني هذا في التمتل الشعبي كيف على مر العقود ونحن نصف ممتل نيابة العامة بالمغرق أو للغرق وما عندنا شهدك الصورة دياله هو كشخص موكول له إنفاذ القانون وملاحقة كل من يخلقه فين كالخالة لهم وهذا الغرق واحد تمتل الشعبي اللي عند الناس يعني ربما سينادان الواحد المعايشة ديال بعض القادم يدخلوا محكامة وكيشوفوا ممتين نيابة العامة كي نوضي يتكلم في المرافعة دياله وبطبيعة حال في كاتم الأحيان يلتميس الإدانة وتطبق أقصى العقوبات ولكن هاد قاضي نيابة العامة لفائدة من يرافع؟ لفائدة المجتمع لفائدة دفاع عن الحق العام ضيدا على هذا الشخص على هذا الشخص الذي خرق السلم الشماعي والأمل العام وأفزع الناس فإذا هاد قاضي نيابة العامة حينما يرافع فهو يدافع عن المجتمع واحتى هذا الغرق واللي يبقى موصوم في الأدهان ديالناس واللي ربما كيجهلوا الأدوار ديال قضاة نيابة العامة وفيها بس هنا فقط نعطيه بعض الأمثال اللي ممكن تبدد هاد المفاهيم واللي ربما مع الوقت غادي يعني تغير فهاد نيابة العامة حتى في ممارسة الدولة العمومية مكادي الأبحاث وفي قضايا الجنائية راه هي كيمكن لا تدير الصلح وهنا دور ديال قاضي نيابة العامة كيقول لي موصلح الشماعي فكيدر الصلح إذا توفرت شروط دياله ماشي بالضرور يكون تنازل راه ممكن حتى بعد قدم يكونش تنازل وقاضي نيابة العامة إذا توفر شروط يبادر بمبادرة ديالو كيقول لي يمشي يقترح الصلح على هادك المواطن باش يقوم بهالدور الإصلاحي بل أكثر من ذلك حتى إلا كانت قاضي راجع أمام الحكمة وكان عنا واحد تنازل ومراعاة لخصوصيات بعض الأطراف أو لطابعة القضايا راه ممكن أنه يلتمس يوقف الإجراءات ديال الدعوة كما حدث في خريبقا هذه واحد أسبوعين في ذلك الواقعة ديالأستاذ كذلك النيابة العامة راه ممكن أحيانا تقوم بدور ديال مذبير الأزمات راه ممكن في إطار سلطة الملاءمة اللي عندها في هذه الدعوة العمومية ممكن أحيانا تحفظ القضية رغم أن الجريمة كينة ولكن بالنظر لبعض الخصوصيات عندي تنميذ ارتكب واحد جريمة بسيطة راه في إطار سلطة الملاءمة نحافظ له على التندروس زياله ونقدر نحفظ القضية كذلك يقدر يكون نزاع عائلي أما بين زوج وزوجة وكين يعني العناصر ديال المتابعة القضائية ونحفظ الملف حفاظا عرابة الأسرة إذن هذو أدوار الشمعي اللي كتقوم بهم النيابة العمومة ما عندناش ماشي هذه الصورة اللي وصلانا وعلاش اللي وصلانا قضاءة نيابة العمومة هم اللي كيطول اتقال احتياطي ومالي كيفعلوا المساطر المرجعية ومالي كيديروا مذكيرات المنع من الصفار هما ما عندناش نهائيا هذو نا لا لا يمن هذ البرنامج وبارميش خرر ربما كان كيقصنا التواصل احنا الآن نجينا بستراتيجة جديدة من أجل التواصل الفتاح وهذا كيعكسه هذة ستة أشهر اللي بديناتشغل فيها راحنا نفتحين على جميع القنوات وجميع الفاعلين الإعلامين باش نبدلوها تصورة ونعطوه الصورة الحقيقية لأنه هذ الجانب الاجتماعي الإصلاحي راح ما كينشغل في الجانب الزجري راح كينحتف قدر الأسرة راح نياب العمى راح كاتبادر باش أنها تحفظ الأنساب كاتبادر باش أنها تشجل الأطفال اللي ما عندهم وليدي للأبوين دي لهم جهولي اللي تخلوا عليهم كذلك إلا كان شي طفل مهمل كتدافع لي وأنها تلقى له واحد للمكان آمن فيه يتودع وتقوم بالأبحث باش أنها تسر الوضع ديره في واحد بيئة ملائمة باش أنه يضمنته وحقه يعني في الحياة نحن كمؤسسة إعلامية يعني نشهد على ذلك فعلا كينتجاوب بشكل كبير يعني مقارنة بما مضع أن مؤسسة دي لرئاسة النياب العمى كنتصلوا بها وحتى كنتصلوا بها يعني في وقت وجيز فتتجاوب مع الدعوة سأعود إليك مرحبا بلوي دكتور بوزلفاء عطفا على كل ما تقدم يعني ارتباطا بالتمثلات والصورة يعني الدهنية عند عموم المغاربة وكذلك إلصاق قاضي النيابة العمى نلسق به عدد من الاختلالات التي تحول دون تجويد الخدمة القضائية في ارتباط بالاعتقال الاحتياطي كما أسلفت بالمساطر المرجعية كذلك يصدر بعض المذكرات دي الأعتقال أولى المنع من الصفر لماذا هذه هي الصورة السائدة وألا تحملوا يعني جزءا حقيقيا لا يمكن أن نغفله اليوم أو أن ننكره اليوم فعلا كين هذه الصورة صحيح صحيح الأستاذ إيمان ما تفضلتم به وأيضا ما قدمه زميل سيهشام هي فقط ينبغي أن لا نتحدث بمفهوم مطلق ما تحدث عنه زميلي هي الأدوار الجديدة التي نتوقعها وننتظرها من نيابة العمى ولكنها ليست دائما بهذه الصورة التي نتمنى أن تكون عليها لأن نيابة العمى اليوم بهذا التمتل لدى المواطن المغربي المتمتلة بشكل أو بآخر بهذا المصطلح المتمتل في أنها الغرق أو المغرق في الوقت التي نتحدث عنها في مواقع أخرى بمفاهيم أخرى نقول أنها الخصم الشريف نقول أنها هي التي تحمي المجتمع نقول أنها تحمي الحق العام ولكن وجود هذا المصطلح في التقافة والخطاب المجتمعي له أسبابه منها ما له مرجعيته التاريخية منها ما له أسبابه الواقعية اليوم المتمتلة في بعض الأحيان أن المواطن يلمس بأن النيابة العمى بغض النظر عن وضعه وظروفه وعن كونه ربما يعتبر نفسه بريء فتصبح النيابة العمى هي الطرف الأصلي في الدعوة المتشبت بالمتابعة بغض النظر عن ربما ظروف الأسباب وغيرها إذن هذا التمتل هو الذي يدعونا اليوم لمساءلة النيابة العمى في حلتها الجديدة حول ما ينبغي القيم به لمحو هذا المستوى من الخطاب وتجويد الصورة لدى المواطن المغربي والتفاعل معه صحيح أنني لمست على مساوى التقرير هو أنه الحديث عن تجويد سقب المواطنين شكايات المواطنين تفاعل معها التي تم حفظها الإخبار بشأنها في المدة الزمنية المحدودة مجموعة من الإجراءات التي يتم القيم بها لا يكون هناك تعسف سواء على مساوى اللجوء الحراسة النظرية أو الاعتقال الاختياطي أو المنع من صحف جوالسفر أو المنع المغادرة أو التقاط المكالمات بغض النظر عن الضوبيط القانونية التي تقنن للنياب العمى كيف القيم بذلك ولكن يوقع مع ذلك لا هناك سلطة قديرية هامشها كبير وكبير 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 ليس دائما ليس مثلا إذا أخذنا مثلا التقاط المكالمات للسماع فراه المشارع المغير في المسترجين يعطاه القاضي التقيق وجعله على سبيل السيتناء من نسبة النياب العمى ولكن هذا معناه معناه على أن تطلعاتنا اليوم بعد الحسم التصوري مع السيق للنياب العمى هو أنه ينبغي رئاسة النياب العمى بالأطور المتوفرة لديها أن تشغل على مجموعة عمل القضايا واليوم من القضايا الأولية هو كيف أن نغير في ذهنية وصورة المواطن المغربي النياب العمى بمعنى آخر من ندخل المحكمة ونوصل وندخلها ونجيلها لسبب أو لآخر تعلق الأمر بحديثته أو تعلق الأمر بجريمة تعلق الأمر بمخالفة أو تعلق الأمر بجنحة وجناية ينبغي أن أشعر بأن ممثل الحق العام المتمثل في النياب العمى ولا يمثل جهة أخرى غير جهة المصلحة العامة المتمثلة في استقرار المجمع طمأنينة دياله الأمن دياله العودة للسلم والسلام في أقرب وقت ممكن دون أن يكون هناك تعسف في استعمال السلطات ولذلك هذا خصو عمل المتمثل أولاً في تكوين وإعادة تكوين لكل سيدات وسادة قضاة النياب العمى برغم أن العدد دياله قليل جداً مع عدد القضايا المعروضة سأعود إلى العدد أوصل من العدد يعني منيك يكون عندنا أقل من ألف ديال الممثلين ديال النياب العمى قضاة النياب العمى على امتداد ربع الوطن منيك يكونوا مطالبين باشي نضرو في مليون وثلتمائة ألف شكاية سنوياً بمعدل ألف وخمسمائة شكاية للشخص الواحد منيك يكون العمل ديالهم في ظروف يعني يفتقدون فيها للوسائل عندهم ضغط الوقت نحن طبعاً نرافع لهم يعني كظروف مهنية ديال الاشتغال ولكن نرافع أساساً على أن في سياق مثل هذا سياق تضيع فيه حقوق المواطنين أو لنقول بصيغة الطف لا يتحقق أو لا تتحقق فيها الجودة المطلوبة من العمل القضائي واش مؤسسة رئاسة نياب العمى رئاسة نياب العمى غيمكن يكون عندها أثر على مستوى ظروف ممارسة المهنة وبالتالي أتخذنا نوصل لرهان الجودة أعتقد بأن رهان الجودة هو المطلب الأساسي لأنه نحن لا نريد العدالة ديال ديال الكثرة صحيح هو مطلب لإنتاج ولكن كذلك هو الجودة لأنه باش نعطاه للمواطن حقوق يقدر المواطن يصبر نهار يومين ثلاثيام أو سنة ولكن في الخر ستعطين حقوق باش يحس بأنه فعلا خضاء والعدالة حققت المجرى ولكن حتى هذه العدالة ما سنقدموها المواطن سوحس بأنه خداها في ظروف المرضية ظروف لتحترم الكرمة ديال البشرية هاتي رمز الماكينش يا دكتور بلويز ما باش نكونو صحيح وما كان حسبوش فيه مؤسسة رئاسة نياب العم هذا تراكم يعني هذا مازال المواطن تقتو مهزوزة جدا ولوجو القضاء مطبوع بعدد من العراقي هاد الإحساس أنا مش مسؤولة عليها مسؤولة عليه يعني فقط القضاء هو واحد الإحساس اللي هو نابع من كما تفضل سيد وزلافة موحس سيرورة تاريخ يامل حيانا حيانا حتى من الفضاء البنية هذه المحكامة حتى من الأشخاص اللي كيستقبلوه هاد المواطن حتى من يعني ظروف تقاضي داخل هذا واقع ديالنا واقع ديالنا صحيح خصنا تعرفوا به احنا ما كنقولو شي رأي عنا جنو إذن قدرنا أشياء أبدلنا مجهودات ما زالت تنتظرونه مجهودات وخصنا كاملين يعني نتساعدوا ونتعاونوا ونضافروا الجهود باش أننا نحسنوا من جودة الخدمة وتكون فعلا نقدموا واحد الصورة للمواطن اللي يكون فيها راضي على الأداء ديال المرفي القضاء صحيح ما غاديش نقولو معناش إمكانية ممكن نشتغله إذن ضعف الموارد البشري أو قلة لنقول صح التعبير قلة الموارد البشري صحيح على مستوى قضاء نيابة العامة يعني عدد قضاء نيابة العامة حوالي يعني يقاربون الألف يعني تسعمية اللي ما غاديش ذاكرة بحدود تسعمية وتسعود سبعين قاضي من بينهم مية وتسعود وخمسين قاضية من قضاء نيابة العامة يعني بنسبة ديستاش المية هو عدد غير كافي إذا أخذنا معي الاعتبار كثرة الأعباء لأنه ما كيسمحناش الوقت في هذا البرنامج باش نقوله ونصردوا الأعباء والمهم اللي يقوم بها قاضي نيابة العامة إلا كان هاد السنة حسب ما جاء في تقرية ديالي سنة 2017 في الحدود اللي كان يعني رئاسة نيابة العامة تولد في هذا المهام قضاء نيابة العامة نظروا في حوالي 400 الف وخمسين شكاية كذلك عالجوا ما يزيد عن مليون وربعمائة ألف محضر ناهيك عن عدد القضايا والجلسات اللي كيدخلوا للقضاة نيابة لما ناهيك نهو مكيد ترهقف اليومي صحيح ولكن في نفس الوقت المواطن يعني هنا عندنا الكل خاسر من هاد من هاد المعادلة وبالتالي هذا مدخل أساس صحيح هو مدخل أساس يعني بسبب الموارد البشرية رفع من عددها وكذلك تكوين بالفلسفة الجديدة للمفروض أننا نترافع خولها جميعا ومن بلما داخل الأساس وإلى رجعنا غير هذه أربع سنوات ولا ست سنوات را كيف ما كان الحال صحيح ورى الآن تقريبا يعني سنويا را كيكون يعني وافدين جدد إلى المعد را ما كناش إلى رجعنا سنين را كنا يا الله في حدود تلسلاث ودي القضاة الآن را الحمد لله أنا ربع القاضي هذا ما كي يعنيش بأننا وصلنا بالعكس هناك خصص وأعتقد بأنه من بالمهام كذلك دي المجلس على السلطة القضاء في إطار تقارير اللي كيوضع هو يعني تقيمه للموارد بشرية وطبع يتحالف رئاسة نياب العمى من خلال يعني عضويات رئيس نياب العمى في المجلس في يمكن لأنها ترافع على يعني توفير لعدد كافي بحسب الخصاص اللي فلابد أول من توفير يعني الإطار البشري المؤهل والمؤهل ممكن يكون إلا كان عندنا تكوين يراعي يعني المؤهلات ويراعي كذلك الأفاق اللي احنا بغينا نوصل لها بالإضافة إلى أشياء أخرى ما يكفيش غير إطار البشري تكوين رخصنا كذلك في تنفضاء حتى الإمكانيات معيدات اشتغال وسائل عمال وتخصصات أخرى توضع رهن رهن إشارات ممتلين نحن نشغل عليها كانت منه أننا في إطار يعني عملنا المستقبلي باش أننا نحق نجعل قضائية باش أننا نجود الخدمات باش أننا يكون مواطن راضي على الخدمة دينا واعتقد بأنه رئاسة نيابة العمى كان درت واحد منشور نهار يعني يوم تسليم السلط 7 أكتوبر 2017 وحددت فيه يعني استراتيجية دي العمل دي المؤسسة وكذلك استراتيجية العمل اللي خص قضاءة نيابة العمى يتبعوها واعتقد بأنه هذا البعد دي الاستقبال المواطن ودي الاعتناء بالمواطن هو من صلب الاهتمامات الأساسية واللي كانت منذ بداية تأسيس هذه المؤسسة تتوب بزلفاء يعني الباقي من زمن هذا الحصة في خدود الخمس دقائق اعتبرنا جميعا اليوم بأن خيار استقلالية يعني القضاء لا تراجع عنه أن سلطة نيابة العمى أو لمؤسسة نيابة العمى أن تصبح فعلا مستقلة عن كل عن باقي صلات كجزء من استقلال القضاء بشكل عام قلتي بأن الحصيلة دي سبعة أشهر ما كافية باش نحكمه على بإيجابيتها أو بسلبيتها شنو الأشياء اللي تخلينا نمشو فعلا في النفس وفي المنحة الإيجابية ولا نسقط في المخاوف التي تم التعبير عنها أو في عدم الوفاء برهان جويد العمل القضاء نعم أعتقد سيدتي اليوم يمكن أن نعتبر أن المداخل الأساسية التي من شأنها تؤدي بنا لكي نستمر بعد ذلك السورة 2011 نحو التغيير والتطوير وخاصة الإصلاح لمساوة منظومات العدالة أولا تشكيك في الخطوات الأساسية التي تم اتخاذها لأنها مسألة جوهرية تشكيك يطرحنا دائما أمام تساؤلات في علاقة بالجدواء ثانيا أعتقد على أن مطلب رفع من عدد القضاء سواء على مساوى قضاء النية بل عم وقضاء الحكم هو مسألة أساسية ويكفي أن أذكر سيدتي المباراة الأخيرة لمعهد القضاء سقطبت فقط 140 قاضي وفيد جسيد في حين أنا كنت أتمنى أن يكون عندنا أكثر من 4500 لأن الحاجة هي أوسع بكثير ثانيا حتى القضاء الممارسون قدما منهم الجدود في حاجة لتكوين لإعداد تكوين مع قطرة الاختصاصات والتخصصات التي تشتغل عليها النيابة العامة اليوم نحن الآن أمام تحدي القضايا الإرهابية نحن الآن أمام تحدي الفساد المالي نحن الآن أمام تحدي كمرة هذه التحدي على المساوى التكوين على المساوى التعاطي مع التدبير اليومي للملفات والقضايا ولكن بشكل أساسي أن نقتنع اليوم في برنامجنا على أن في نهاية المطاف الذي يحكم في الملفات والقضايا أمام القضاء هي المحاكم وهذا المحاكم أعطى لها المشاريع وأعطى للمتخاصمين داخل المحاكم إمكانية اللجوء لمساطر طعم وبالتالي حتى وإن اعتبرنا اليوم بأن النيابة العامة هي الطرف الأصلي الإيجابي في الدعوة العمومية المحارك الممارس لها فإن للأشخاص وللأطراف كامل ضمانات على مساوى تعدد درجات التقاضي وبالتالي اليوم يلمشينا بهالتصور المتمثل في محاولة أن نجعل نوع منطقة أولا المواكبة للعمل المراقبة على مساوى التقارير القراءة ديالها على مساوى السلطة الشريعية ومحاولة تطوير المنظومة القانونية الكفيلة بتقييد وضبط العمل الذي يمكن أن تقوم به النيابة العامة هنا سنكون نحو نوع من تكامل بين دور السلطة الشريعية المتمثلة في الإطار القانوني السلطة التنفيذية في توفير الجوانب المالية والمادية لكي تمكن من تمكين السلطة القضائية من قيم الأدوار ديالها وأختم بمثال أساسي على أن في مختلف البلدان التي تجعل تقتها في القضاء أعتقد على أنها كتكون هي الإمكانية الأساسية والضرورية للتطور لا يمكن فحذري اليوم نحن سنكون متابعين للمهام التي تقوم بها النيابة العامة ولسلطة القضائية لن نتوانى على انتقادها لن نتوانى على إعادة قراءة ما تقدمه ولكن ينبغي أن يكون منطلق هو أننا ينبغي أن تكون لنا سلطة قضائية متكاملة تشتغل من أجل تحقيق العدالة التي ينطبوا لها جميعا هو المعطر الإيجابي الذي يجمع عليه الجميع هو أنه عندما نرفع شعر ربط المسؤولية بالمحاسبة فاليوم يعني كاينة مسؤولية واضحة وتنوط بها مؤسسة رئاسة النيابة العامة التي تجعلوا يعني لا الحقوقيين ولا يعني ولا كذلك دعنا نقول عموم المواطنين يسائلون ويحاسبون هذا النيابة العامة مدخل أساس لإعادة التقى ربما دي المواطنين والمواطنات في العمل القضائي هو حصيلة العمل ديلكم دكتور بلوي هو لا تحقق لإعادة التقى المحقودة إلا من خلال عمل وعمل جيد يقوم به قوضات النيابة العامة هذا لا خلافة عليه إحنا كاملين كمؤسسات كأشخاص كنشتغلوا لصالح بلدنا وغسنا نكسبوا التقى ونعزوا التقى ديال المواطنين في المؤسسات دينا وأعتقد بأن الخطابنا اللي يكون فيه الوضوح اللي يكون فيه الصدق مش هادة كلام ديال أماني ومصوروا يعني الأشياء اللي ما كاناش واقع إحنا منجبنا التقرير ورئاسة نيابة العامة بدرت باش أنها تطلع الرأي اللي عم تقرر ففي إطار استحضارة منها لهذه المسؤولية ديالها أولا وكذلك إطار هاد خلق علاقة تقلق ستكون مبين لأشخاص والمؤسسات وكذلك استحضارة لتحمل المسؤولية بالتوفيق في هاد المسؤولية شكرا جزيلا واللي هي ستبقى تحت أعين طبعا الحقوقين والمواطنين والمواطنات والإعلام شكرا جزيلا لك دكتور هشان بلوي شكرا كذلك على انفتاحكم وعلى نفسكم التواصل العالي شكرا لك دكتور بسلافا مشاهدين لسلطة للإعلام في إيجاد مخرج لأزمات المجتمع وإن ادعى ذلك مدعون لكن من واجبه أن يخرج الحوار من أزمته شكرا لكم على الوفاء لهذه الحصة لبرامج ميديان تيفيد نلقاكم مجددا في الموسم المقبل في الموسم الثاني من أزمات حوار في أمان الله اشتركوا في القناة